مبارح مرت ميت يوم على حكم ترامب والحقيقة انه مبارح كنت بتفرج على خطاب طويل جدا لترامب في بنسلفينيا ترامب اختار انه مايروحش العشاء المعتاد بتاع الصحافة بتاعة البيت الابيض دايما في عشاء كده معتاد للبيت الابيض بيروحوا رئيس الجمهورية بيبقى فيها زار وترياءه وبيترياءه عليه وزار فيه مساحه كده من الحرية واللطافة ودايما كانوا يقولوا انه الصحفيين بيحبوا الرئيس الديمقراطي وبيحبوا يروحوا للرئيس الديمقراطي وكان عشق الصحفيين وعشق الميديا والفنانين لي اوباما كان عشق رهيبيا حتى هذه اللحظه برغم انه معملش حاجه بس حتى هذه اللحظه هم شايفينه انه ايكون وعظيمه كده وبيكراه ترامب ايما كان وضعوه خطاب طويل استمعت اليه كان بقى فيه كلام عن الميدل ايست وكان فيه كلام عن سور الصين العظيم سور مكسيكا العظيم اللي هيعمله وكان فيه كلام عن الاجزاكيتوف اوردرز وكان فيه كلام عن نورث كوريا وكان فيه كلام كتير لكن ترامب اعتبر واحدة من انجازاته اظن ان انا قلت الكلام ده قبل كده هو الافراج عن آية حجازي او حكم البراءة لآية حجازي والحيانة كنت قادة بتفرج على السبيتش كده عادية جدا وفجأة نطيت يعني فجأة انا قادة بتفرج بهدوء شديد جدا ترامب بيقول كلام عجيب كده جدا وبيدحك ومشارفين لكن فجأة آية حجازي انا انزعكت جدا مما قاله عن الطريقة التي افرج بها عن آية حجازي واظن انه لازم يكون هناك رد رسمي عما قاله رئيس الامريكي ترامب صحيح ممكن نكون في افضل حالات علاقتنا مع الرئيس الامريكي وعلى فكرة مش افضلها مع الكونجرس احنا كان عندنا جالفة عنيفة جدا مع الكونجرس لينزي جرام وما كان قادوا هذه الجلسة وما كانوا اجتمعوا مع الرئيس في الزيارة الاخيرة لكن كان فيه جلسة ساخنة جدا ضد المساعدات العسكرية لمصر وضد حقوق الانسان وغيره في الكونجرس الامريكي وده جدل ممكن يبقى رايح راجع مع الكونجرس وبقى فيه حوار لكن ما قاله ترامب بالامس لا يمكن ان يمر مرور الكرام نسمعوا ونعلقوا ترجمة ايشتركوا في القناة سيكون هناك لكي بعد 28 سنة. سيدة سيدة عمل جزء للميزة للميزة، لم يتطلب عمل. سيدة معه للسيسي ويهدت بسيسي. ويهدت بسيسي جدا. ومعه ممتاز بالتعامل. ومعه ممتاز بالتعامل. ومعه ممتاز بالسيسي في المجموعة، وعلي التواصل للتعافي ولكن هم ستعه بالسعدة وليست لها موجودة لأخيرة، كل أشخاص ومنafft أين دفعت وثمانًا نهاية حسنا ون they won't include that بأنها ممتازة لكنني اعجب ذلك ذلك و وأعتقد أنها مجدد! ولكن مجدد! فقط فأخراف وقعها هكذا أظن أنه على الحكومة المصرية والدولة المصرية أن تخرج ببيان رسمي فيما قاله الرئيس الأمريكي ترامب ما احترمنا الشديد للعلاقات العظيمة اللي بيننا وبينه دلوقتي في معلومات مغلوطة 28 سنة آية لم يحكم عليها ب31 سنة في السجن على الإطلاق آية لم يكن صدر عليها أي حكم وبالتالي فكرة أنها قدت ثلاث سنين وبعدين لسه عليها 28 سنة هذا عاري تماما من الصحة دي أول حاجة تاني حاجة أظن أنه الكلام ده محتاج رد فيما يخص القضاء المصري لأنه أنا شخصيا كمواطنة مصرية انزعكت جدا ولا أقبل نداية آل على قضاء بلدي لا أقبل ده على الإطلاق ترامب ممكن يعتبر واحدة من أهم إنجازاته الإفراج عن أي حجازي وجوزها وأنه ده حاجة عملها أوباما قاعد يحاول فيها أوباما وما نفعتش بس أنا كمواطنة مصرية برغم أن أنا سعيدة أن آية خرجت وشايفة أن حكم البراءة تستهلوا ودفعت عن الحكم ده ورغم أن الأحكام لا تناصر ولا تنتقد ولكن باعتبر أن كتير من الشباب مش هازم يكونوا موجودين داخل السجون ولكن الكلام اللي تقال بالطريقة دي هو من حقه أنه هو يعتبر ده موضوع من الحاجات اللي يفخر بيها لكن مش من حقه على الإطلاق ولا يجب أن نقبل على الإطلاق مهما كانت العلاقة ومهما كانت المصالح أن يعرض بالقضاء المصري